ما مناسبة آيات الصيام لما قبلها؟ المتأمن لآيات الصيام أنها جاءت بعد آيات القصاص وبعد آيات الوصية وبعدها جاء الصيام فهل هناك رابط بين القصاص الوصية الصيام؟ لاحظوا حرف الصاد في كل من بدأت هذه التكاليف القصاص من أشق التكاليف القتل يجب على القاتل إسلام نفسه للقتل تنفيذا لأمر الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل ولكم في القصاص حياة ثم أخبر ثاني بكتابة الوصية وهي إخراج المال هناك إزهاق النفس وهنا إخراج المال والذي هو عديل الروح ثم انتقل ثالثا إلى الصيام في جامع المشقة في كل لأنه مهلك للبدن مضعف له مانع وقاطع ما ألفه الإنسان من الغذاء بالنهار فابتدأ بالأشق وهو القصاص ثم دونه في المشقة ثم بالشاق وهو الصيام فهذا انتقال فيما كتبه الله على عباده في هذه الآية هذا وجه من أوجه المناسبة وجه آخر في أوجه مناسبة الآيات أن الله عز وجل لما شرع القصاص وفي شرع القصاص إحلال للأمن والأمن فرصة للعبادة وفرصة لأن يؤدي الإنسان عباداته من الإيمان والصلاة والزكاة والحج والصيام لأنها في غياب الأمن قد لا تتحقق فناسب أن يذكر بعد ذلك مناسبة الصيام ثم أيضا من الأوجه أن القصاص فيه إتلاف للنفس والوصية فيها إخراج المال والصيام فيه أيضا مشقة على البدن فيبتل الإنسان ويختبر المؤمن في تحمله لهذه التكاليف الشرعية طيب وجه ثالث في أوجه المناسبة هنا بدأ بالصيام أين الإيمان؟ أين الصلاة؟ أين الزكاة؟ قد بدأ بها في أول السورة ألف لام ميم ذلك الكتاب العريبة في هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة فلما ذكر أركان الإسلام الثلاثة هناك ناسب أن يذكر الصيام ومن اللطيف أيضا أن الحج أتى ذكره بعد الصيام هذا في أوجه مناسبة الآيات لما قبلها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر